بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه جل جلاله وإلى جناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم يتجدد بكم اللقاء من خلال هذا الدرس المقام في شهر رمضان المبارك وفي بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة نتدارس فيه سورة عظيمة من سور القرآن الكريم سورة صدرها كان هو أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي سورة العلق ووقفنا مع عدد من آياتها المباركات واستعرضنا شيئا من استنباط أهل العلم لتلك المعاني والمفاهيم الجليلة لكلمات ربنا عز وجل بهذه السورة الكريمة المباركة ووقوفنا اليوم مع أربع آيات من هذه السورة الكريمة هي الآية التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر وهي قول الله جل جلاله أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى هذه الآيات الأربع وقبل أن نقف معها متدبرين متفكرين ناقلين للسنباط العلماء وكلامهم حول هذه الآيات المباركات نربط هذه الآيات بما قبلها حتى نكون مستحضرين لأول السورة وللخطاب فيها وللقضايا التي عُرِضت بهذه السورة الكريمة فعلى وجه الإجمال وكذلك عَرْضًا من وقف مع تلك الآيات وخط له طريقًا فإنه مما سبق من الآيات السابقات يُدرِك المُتَلَقِّ لآيات هذه السورة الكريمة في صدرها أن هذه الآيات كانت هي أول رحمة رحم الله عز وجل بها العباد وهذا معنى بقدر ما يكون في قلب الإنسان من إدراك قيمة الوحي ومعرفة النعمة بهذا الوحي ومعرفة النقمة لو أن الناس حُرِموا الوحي ومعرفة السعادة والحياة الطيبة التي سيعيشها الإنسان عندما يعيش بالوحي والظلمة والكرم الذي سيعيشه الإنسان عندما يعيش بغير الوحي ثم النجاح الحقيقية إذا ما رجع الإنسان إلى ربه وقد كان عاملاً بالوحي والشقاء والخسارة فيما لو لقي الإنسان ربه عز وجل ولم يكن عاملاً بهذا الوحي فبقدر ما يكون في صدر الإنسان حقيقةً من الوعي لكيمة الوحي وبركة الوحي وحاجة الناس إلى وحي السماء بقدر ما يتعامل مع هذه الآيات باستحضار هذا المعنى ويجل في نفسه قدر تلك الآيات الخمس التي هي في صدر سورة العلم ثم أن هذا الإنسان سيدرك بوضوح أن العلم والعلم أرقى ما يطلبه الإنسان وأكرم ما يكون عليه الإنسان حين يكون عالماً وأنزه وأولى ما ينبغي على الإنسان أن يتنزه منه هو الجهل ولكن أيضاً أن يعلم أن العلم المقصود هنا والعلم الذي يدخل في هذا الشرف إنما هو علم الوحي إنما هو علم الوحي الذي إذا أدخل الإنسان نفسه فيه فهو الذي يستحق هذا الشرف ويكون بالتبع عندما يدخل الإنسان في علم الأكوان ولكنه يكون ذاك العلم ودخوله فيه مؤطراً بعلم الوحي فأيضاً يكون دخل في هذا الشرف بالتبع باعتبار هيمنة وحي الله عز وجل على طريقه في تعلم علم الأكوان أيضاً يدرك أن لهذا العلم العظيم الذي هو علم الوحي حقائقه الكبرى التي أولها العلم بالله عز وجل العلم العلم به خالقاً والعلم به عليماً معلماً والعلم به حكيماً مدبراً مشرعاً والعلم به معبوداً أوحد بحق لأنه الحق جل جلاله فهذا العلم العظيم يمثل الحقيقة الكبرى في علم الوحي والتي بوابتها العلم بالله عز وجل ثم أيضاً أن يعلم أن أحق من يزكى من البشر من حمل هذا العلم ومن عمل بهذا العلم فإنه هو الذي يستحق الشرف والتزكية والرفع كيف والله عز وجل قد رفع قدره ومنزلته فهو الذي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأيضاً أن يعلم أن العمل بغير الوحي جهل وأن كل ما عدى الوحي وكل معرفة لا تنضبط بهذا الوحي فإنها لا ترتقي إلى هذا الاسم الشريف العلم وفق ميزان القرآن الذي هو ميزان الحق وميزان العدل والذي جاءنا من عند الحق سبحانه وتعالى وأيضاً أن هذا العلم الذي هو علم الوحي أن نعلم أن من الحقائق الكبرى المرتبطة بعلم الوحي أن علم الوحي بالنسبة للإنسان يقوم على منفعته وعلى مصلحته لا على مضرته ويقوم على تحقيق الصالح له في ذاته وتحقيق الصلاح فيما حوله ليزداد انتفاعه به وتحقيق الصلاح له في باطنه وظاهره وتحقيق الصلاح والنفع له في عاجله وآجله وتحقيق الصلاح له فرداً وتحقيق الصلاح له مجتمعاً وتحقيق الصلاح له أمة وتحقيق الصلاح له في يومه الحاضر وفي غده هذه حقيقة معاني عظيمة جدا يستنبطها الإنسان وهو يستعرض الآيات الأول من سورة العلق ثم بعد ذلك مقتضى أن هذه الآيات كانت أول ما نزل فإنه لا بد أن يقف على ما ورد في واقع الحال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته عن خبر تلك البداية وكيف كان الحال وإن الوقوف أيضا مع ذلك الذي دعا إليه استحضار زمن نزول هذه الآيات فإن الناظر إلى ذلك الحال الذي كان فإنه يأخذ أيضا منه أن وحي الله سبحانه وتعالى وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة التي شدت حضور ذهنه والتي جذبت كل فكره واستحضار كل حواسه مع تلقي ذاك الأمر الغريب عليه والمفاجئ له وهو حضور الملك جبريل عليه السلام إليه وهو في غار حراء إن ذاك الحال يعطي الدلالة على أن الشريعة تحتاج من الإنسان أن يكون حاضرا كله وأن لا ينصرف عنها بشيء من ذاتيته أن يستشعر كمال المسؤولية وضخامة هذا الحمل العظيم إنه وحي السماء وأن يأخذ الأمر بحزم وقوة وأن يستنفذ كل طاقته وأن يعلم أن الأمر جد إن تلك الحال أوجدت هذه المعاني في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت آيات القرآن تؤكدها وتعززها وتبنيها في شخصه صلى الله عليه وسلم ثم في أصحابه الذين كانوا يتربوا معه على هذا القرآن ويتكاثر أفرادهم بالدعوة بهذا القرآن فهذا معنى عظيم أيضا أن نتيجة هذا الوحي والقيام بهذا الوحي هو أن يكون هناك في الناس صورة العالم القائم بوحي الله وصورة المعرض عن وحي الله وهذا ما رأيناه في صدر هذه السورة فكان الصدر الأول لبناء ذاك القائم بوحي الله العالم بوحي الله ثم الصورة الثانية صورة المعرض عن وحي الله عز وجل وهي في قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فالصورة الأولى في صورة إقرأ وذاك الإنسان الذي تلقى أمر ربه فتلى وحي الله وقبل وحي الله وسلم لوحي الله فكان هذا النموذج الأول في مقابلة هذا الوحي وأما النموذج الثاني فهو نموذج المعرض عن هذا الوحي ثم تأتي الآيات الأربع لتبدأ تذكروا الواقع واقع العيش والحياة عندما يتلاقى الأول والثاني فإن هناك صورا متنوعة وفي هذه الآيات تذكر صورة من صور هذا التلاقي هي من أشدها ومن أعلاها عند المضادة بين هذين النموذجين عندما يكون الأول صابرا ثابتا وعندما يكون الثاني معاندا مصرا على عدم قبول الحق والخضوع للحق فعندها تظهر تلك الصورة التي صورتها هذه الآيات من آخر صورة العلق وبعد منتصفها فإذن هذه أيضا قضية نحتاج أن نتأملها وأن نتفكر فيها فإذن هي الآن بعد أن عرض صورة الوحي وهو ينزل ونموذج المتلقي لذاك الوحي بالقبول ثم النموذج الثاني للمقابل للوحي بالإعراض وهذا كل من الفئتين على حدة ثم الآن الصورة الثالثة وهي صورة التلاقي بين القابل للوحي وبين المعرض عن الوحي والصورة المعروضة هنا صورة ثبات وصبر من الأول وإعراض وإصرار وكره من الثاني فلذلك هذه هي الصورة التي تعرض في ميدانها الثالث في ميدانها الثالث ولنا أن نتصور ومما ينبغي أن نستحذره ولا ينبغي أن ننساه وهو مكان ذاك التلاقي وذلك الحدث في هذه الصورة الثالثة إن الصورة الأولى صورة المتلقي عرفنا أنها في حراء ومن ثم عرفنا أن مكة شرفها الله اختارها الله لتكون مهبطاً للوحي وأيضاً ذاك التلاقي بين النموذجين كان هنا في مكة وعندما نذكر مكة ونذكر هنا في قضية التلاقي استحضار قضية الصلاة إذن نحن نستحضر لب المكان لهذا البلد البيت الكعبة الشريفة إن هذه الآيات نزلت من أجل حدث عند هذا البناء عند هذا البيت العتيق عند هذه الكعبة الشريفة وقبل أن ندخل في صورة الحدث فإننا نريد أن ننطلق بالذاكرة التاريخية إلى قرون إلى آلاف من السنين لنتصور ذلك المكان وتلك البقعة وذاك المكان المحدود بالأمتار والأشبار وأنه لم يكن فيه ذاك البناء يوم أن سكنت أول أسرة الله عز وجل أخبرنا عن سكنها في هذا المكان وارتبطت باسم عظيم اسم نبي كريم ورسول صديق ورسول إمام إنه إبراهيم الذي ورد اسمه الصريح في كتاب الله تسعاً وستين مرة في خمس وعشرين سورة فإن البداية التي نعلمها بتفصيلها مع ذاك الإنسان مع ذاك النبي مع ذاك الرسول مع ذاك الإمام مع ذاك الصديق مع ذاك الحنيف مع الخليل إبراهيم عليه السلام ومع أسرته المباركة مع هاجر المرأة المؤمنة التي خرجت من بيت جبار لتدخل بيت خليل الرحمن وتتحول في بيت الخليل لتصبح أمة للرحمن ولتصبح تلك المرأة المؤمنة التقية المتوكلة السائرة على طريق الخليل المصدقة برسالته المؤمنة بنبوته الوفية له ولولده المحافظة على عرضه الطائعة له بهذا البيت المبارك كانت البداية ثم بأيدي الأنبياء الصادقين بيد الخليل إبراهيم وبيد الإبن إسماعيل ترفع كواعد هذا البيت ويؤذن في الناس بالحج وتطهر أرضه حساً ومعنى وتوضع حدود ذاك الحرم ويقام عند البيت الغاية التي لأجلها وضع البيت وبني البيت وهي عبادة الله وحده ولتقوم عقيدة الحنيفية السمحة ولتقوم شرائع الله عز وجل في ذاك الوادي المقدس من إسماعيل عليه السلام ومن أمه هاجر ومن خليل الله إبراهيم ثم ممن جاورهم وآمن وأسلم لهم ولدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ويبقى الناس يتوارثون هذه المفاهيم وهذا العمل ويبقى الناس مع هذا العمل والبيت الهدى يكون عوناً لهم في تثبيتهم على تلك الملة الإبراهيمية ليبقوا مئات السنين ووفود الأنبياء الكرام حاجين إلى هذا البيت يكون عوناً أيضاً لأن يبقى الناس في هذا الوادي المقدس على الملة الإبراهيمية قروناً طويلة إلى أن يشاء الله إلى أن يشاء الله أن يكون إرهاصاً لبعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن تدخل البشرية كلها في تلك الجاهلية العمياء ويكون ذلك بعد رفع عيسى عليه السلام ويبدأ ذاك الجهل يتمدد وينتشر ليكون أيضاً المكان الذي يصل إليه ذاك الجهل هو هذا الوادي المقدس الذي حافظ أهله قروناً وآلاف من السنين على الملة الحنيفية فمحتاج أن يبعث فيهم نبياً ولا رسولاً من بعد إسماعيل عليه السلام محتاج لمحافظتهم لأثر البيت عليهم ولحفاظهم على تلك العبادات المكية ولوفود الأنبياء إليهم حجاجاً فبقوا على الملة حتى انقطعت النبوة ورفع عيسى عليه السلام وإذا بذاك الجهل وتلك الظلمة تنتشر في الأرض وتصل إلى بيت الله الحرام وإذا يصل عمق ما وصل إليه الناس من الجهل حيث عند بيت التوحيد وأول معهد لعبادة الله تعبد عنده الأوثان والأصنام ويعبد غير الله في تلك الحقبة تأتي هذه النعمة إقرأ وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أول صراع عند البيت عند من يريد أن يعيد الأمر إلى نصابه إلى وضعه الطبيعي وأن يعالج الطارئ ولكن صاحب الطارئ يظن أنه هو الأصل وما أدرك أنه وفعله وحاله طارئ على البيت وعلى ساحة البيت فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد هذا الأمر ويرده إلى واقعه الأصل إلى واقعه الأصل ويعالج ذلك الطارئ فلنا إذن أن نتخيل أن صاحب حق يريد تجديد الحق وأن يعيد الناس إلى الحق في مقابل صاحب طارئ يظن أنه هو الأصل وأنه هو الثابت وفعله الثابت وهذه حقيقة قضية ما أحوج أن نقف عندها لأننا ذكرنا بها في أول السورة عندما قلنا أن الأصل في بني آدم الإيمان وأن الأصل في بني آدم الاجتماع وأن الأسبق إلى بني آدم توجيهاً وتعليماً وتربيةً وحي الله لا غيره مما وضعه البشر فالذي سبق إلى الناس وحي الله فآدم كان نبياً وكان مهدياً بهدى الله جل جلاله فهدى الله هو الأسبق إلى الناس وهذه ثلاث معاني أصيلة والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتعامل في هذا الأمر وفق هذه المحكمات لأنه تلقى وحي الله جل جلاله وهذا من وحي الله سبحانه وتعالى ولكن من عارضه وعانده ما قبل وحي الله وظن أن حاله وحال آبائه الأقربين وليس الأبعدين حال آبائه الأقربين ظن أنه أصل وما هو إلا متغير وطارئ ومحدث وهكذا الكفر على ظهر الأرض إذن هذه أمور حقيقة استحضارها مهم ونحن نقف مع سورة العلق ومع هذا الميدان في التلاقي بين النموذجين فيقول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى إن على صاحب الحق أن يعمل بالحق وهذا الحق وهذا الحق يأمر الإنسان بعمل في باطنه وهو إصلاح عقله ونفسه وتزكيتها وإيمان يستقر في أعماق قلبه هذا تكليف وقيام بالحق وعمل بظاهره بجوارحه الخارجية خارج جوارحه وذاك العمل الظاهر منهما يكون سراً فيما بين الإنسان وبين ربه ومنهما ينبغي أن يكون علناً ومنهما يكون على مستوى الفرد ومنهما يكون على مستوى المجموعة فإن من آمن بالحق مكلف أن يعمل بالحق فلذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تلقى هذا الحق الذي جاء به الوحي وعمل بهذا الحق فإنه لا بد أن يستجيب لأمر الله فلذلك هو يصلي عند بيت الله ونقول عندما استحضرنا قضية الكعبة والبيت الأول الذي سكن لماذا جاء الخليل إبراهيم بأهله إلى هذا المكان هل جاء به بهم لأنه مكان زرع وضرع وماء وهواء ووفرة أوناس جاء بهم في مكان لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أناس وإنما جاء لغاية هي أن يقيم الصلاة وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجدد مقصود السكنة لأبيه الأول إبراهيم عليه السلام جاء بذريته لتصلي عند البيت فهو يجدد الأمر ويعيد الأمر إلى وضعه الطبيعي الصحيح أن يصلي عند البيت فإذن هو يظهر الحق استجابة لما جاءه من الحق وهو يعيد الأمر إلى وضعه الطبيعي للساكن الأول عند البيت وغايته التي من أجلها جاء بأهله وأسكنهم عند البيت فإذن هو يؤدي هذا الأمر إذن كل من يستحضر هذا الأمر إذن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حق أو ليس بحق ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه فعل الساكن الأول الذي وضع لأهله هذا النظام في السكنة إذن هو يفعل الأمر الطبعي ولا ينبغي أن ينكر عليه لا باعتبار أنه أمر الوحي من رب البيت ولا باعتبار أنه غاية السكنة من الساكن الأول عند البيت ولكن العجب أنه عندما ينحرف الأمر فيكون من يأتي بهذا الأمر الذي هو حق وموافق للحق أن يكون هذا العمل محل الإنكار لذلك جاءت هذه الآيات الكريمات مستفت يعني يتقدمها هذا التعجب أرأيت أرأيت هل أنت تتخيل أن ترى مثل هذا التصرف في هذا المكان لإن كان هذا يمكن أن يقع في أي مكان أما في هذا المكان عند البيت الذي بني لأجل عبادة الله وفي المكان الذي لا نعرف تفصيلاً لساكن عنده أول من إنسان مصل فهو إذن صاحب الحق باعتبار أولية السكن وصاحب أيضاً الحق قبله الله الذي بوأ له مكان البيت وجعله لعبادة الله عز وجل وحده فلذلك أرأيت تعجيب تعجيب من إنسان يفعل إذن هل هذا هو أدرك مقصود الجوار والسكن وهل أدرك أن هذا الفعل سيجعله في من جاء من رب البيت الذي وضع البيت لعبادته وحده ألا يكفيه أنه هو يعرض عن هذه العبادة حتى يواجه من يقوم بهذه العبادة أرأيت الذي ينهى وعلى طبيعة القرآن لم يذكر الإسم مع أن عامة علماء التفسير يذكرون هنا أن المخاطب هو أبو جهل عمر بن هشام الذي كان يقال له يلقب بأبي الحكم ولقبه النبي صلى الله سلم بأبي جهل ولكن طريقة القرآن أن تكون العبرة بالفعل ليبقى قيمة الفعل علوا أو دنوا مع كل أحد أرأيت الذي ينهى عندما نزلت هذه الآية هذا الأمر حصل أو بعد لم يحصل أو أثناء فعله إن الأمر قد حصل فلما لم تأتي الآية بالفعل الماضي أرأيت الذي نهى ونحن نعلم أن الفعل المضارع يستغرق الزمن ماضيا وحالا ومستقبلا ليعطي دلالة أن النهي الذي حدث منه ليست قضية عابرة وأن النهي الذي حدث منه نهي سيستمر منه بل إن واقع نهايته وقد وقد مات على الكفر أبو جهل أعطى دلالة على أن ينهى أنه فعل مستمر من أول نزول الوحي إلى آخر لحظة من عمر هذا الخاسر فمات ناهياً عن الحق فمات مقاتلاً مدافعاً للحق ودافعاً هذا الحق فمات والعياذ بالله شر ميتة في بدر قتل في بدر وأزهقت روحه ورمي في القليب ليقف يوم القيامة وأنه قابل الحق بالإعراض وذاك العتوب والتجبر والصد والسعي في إيقاف الحق فلذلك ينهى أقول إذا تأملنا لفعل المضالع فإنه أعطانا تلك الدلائل وواقع الحال يعطي أيضاً دلالة فيها دلالة إعجازية أرأيت الذي ينهى أيضاً هنا ينهى من لطيف ما ذكر العلماء قالوا الإنصاف القرآن فإنه إلى تلك المرحلة مرحلة نزول هذه الآية لما لم يكن تجاوزه عن النهي فسطر القرآن النهي فكان ذلك من الإنصاف ولم يتجاوز القرآن فكان قوله لأنه كما جاء عندما قيل له إن محمداً يصلي عند الكعبة قال لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه وأنه نهاه بالقول أي حصل منه النهي بالقول فلذلك هذه إشارة أيضاً يذكرها العلماء أيضاً لإن كان هذا الذي حدث منه والله سبحانه وتعالى يذكر فعله فعل التعجب فإذا كان الصد عن الحق بمجرد النهي أمر عظيم فكيف إذا كان الصد فعلاً وعملاً فلا شك أنه أعظم وهذه ثانية والثالثة أن النهي لما كان عند البيت فإنه سيكون أعظم والرابع أن النهي لما كان عن عمل هو أليق وأنسب عمل عند البيت فسيكون النهي أعظم إذن مجرد النهي عن الحق عظيم ثم النهي عند البيت أعظم ثم النهي عند البيت عن الصلاة فيكون أعظم إذن هذه معاني حقيقة حظيمة عندما يتفكر فيها الإنسان فالذي عظمها أن النهي في مقابل الحق ثم عظمها انتهاك حرمة المكان وانتهاك حرمة المكان أعظم من انتهاك حرمة الزمان ثم انتهاك حرمة العمل ثم انتهاك الرابح حرمة العبودية أنه من إنسان عبد لله عز وجل إذن أصبح النهي باستحضار هذه المعاني شأنه عظيم وكبير أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى عبدا أيضا لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بيقين المقصود هنا عبدا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا عبدا هنا منكرا قال العلماء التنكير هنا أفاد كمال العبودية لهذا العبد المصلي أي أنه ليس في قلبه شيء من الشرك ولم تكن صلاته إلا لله عز وجل وحده فإذن هذا من قال من العلماء أن التنكير أفاد هذا المعنى ومنها ومنهم من قال أن التنكير أفاد أن النهي لأي عبد وليس يعني وإن كان هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النكارة في النهي لكل من هو موصوف بهذا الوصف وأضح فقالوا التنكير ليدخل كل من هو في إقامة بهذا الفعل ومن العلماء أيضا من قال أن التنكير في عبد فيه تخويف لكل من يفعل ذلك مع كل عبد في كل زمن وأيضا يمكن أن نقول أن التنكير لكي يكون الأمر موجه حقيقة عند التأمل إلى الناهي إلى الناهي وهو الذي يريد أن يصد هذا الإنسان عن القيام بهذا الأمر فإذا عبدا إذا صلى فالصلاة هنا كما قلت هي العمل الأليق بالمكان عند البيت وأليق عمل في هذه البقعة هي تلك الأعمال التي لأجلها طهرت تلك الساحة ورفعت قواعد البيت أن يصلي وأن يطوف وأن يعتكف لله عز وجل إن هذه الأعمال هي أحق الأعمال في هذا المكان ولا يقدم عليها شيء لأنه ما بني البيت إلا لهذه الأعمال ولأجل من يقوم بهذه الأعمال إذن هذه المعاني حقيقة العظيمة في هاتين الآيتين الكريمتين محل تأمل وتدبر ولنا لقاء بإذن الله منتد لنقف مع بقية هذه الآيات التي تصور حالة التلاقي بين نموذج القابل للحق والمعرض عن الحق الأول ثابت صابر والثاني مصر عازم على ظلاله وعدم قبوله للحق فكان هذا الحدث الذي يذكره القرآن ويسطر في هذا الكتاب العظيم ليقف الناس فيه متدبرين متأملين يقفون على حقبة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم في قيامه بالحق وصبره على الحق ودعوته للحق وماذا وجد من المعرضين عن الحق نهتدي بها ونتأسى وننتفع بذلك كله فنكون من المنتفعين بآيات القرآن ونسأل الله التوفيق والهدى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر